هذه أمور ثلاثة مهمة جدا لابد أن يعتني بها كل مسلم تتعلق بمعرفة الله والإيمان به لا تتم معرفة الله إلا بها الأول معرفة تعرف ما لله من الأسماء والصفات والأفعال الثابتة بالكتاب السنة وتتفقى في معانيها الأمر الثاني الاعترام بها عرفت اعترف وأثبت وأقر لله سبحانه وتعالى بذلك والمرحلة الثالثة الانقياد لأن كل اسم وصفه لله له عبودية هي مقتضيات الإيمان به فاجتهد في أن تحقق العبوديات فإذا هي مراتب ثلاثة الأولى المعرفة ثم يتبع المعرفة الاعتراف والإقرار ثم يتبع الإقرار والاعتراف ماذا؟ الانقياد نعم اشتركوا في القناة